مرحباً يا أهلاً أصدقائي الثالثي كيف حالك؟ أولاً أرجوك لا تتذكر أن تأخذ المسكة في أي مكان من خارجك إن شاء الله في القناة اليوم سنبدأ مع السابق 4 اليوم سنرى كيف يصل إلى المعلمين الأولى الذي يساعد لنا لإمكاننا التحديد من التحديد وكذلك التحديد من التحديد في حياتنا وطبعاً أنتوا أكتر ناس شايفين إزاي الكومينيكيشن بين الموبايل والإنترنت مهم جداً في حياتنا خاصة في حياتنا اللي هي الكيس بتاعة الكورونا وإزاي الأونلاين سيشن بقت مهمة وده كله عن طريق الوائرلاس كومينيكيشن لنبدأ لنا اليوم موسيقى 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 في الحلقة اللي فاتت الريليشن ما بين الكويل والريزيستور وإمتى يأكت كريزيستور بالريزيستنس بس الريزيستنس اللي دبند على الفيتشيرز وإمتى يأكت ككويل وتبقى الريزيستنس التاعته الإكس إيل اللي هي السيلف اندوكشن هي الإيفاكتف وإمتى يأكت بالتنين ويشتغل كريزيستور وككويل عنده إندوكتف راكتنز عند السيام تايم دي كانت آخر حاجة هنا بينها بيها السيشن اللي فات وقلنا إن إحنا بنجيب الزد أو الإمبيدنس عن طريق البيثاجوري السيوري الار سكويرد بلس اكس إيل سكويرد مين شاطر يقدر يقولي لو إحنا استبدلنا الكويل بكاباستور ريبليسنج دا كويل وزد كاباستور يبقى دا معناها الاجس إيل هتبقى برافو عليكم اكس إي سي سكويرد دا سيم رول طب لو استبدلنا الريزيستور بكاباستور مع الكويل هيبقى الرول شكله اكس إيل سكويرد مائنس اكس إي سكويرد لو أنت بتذاكر هتحس إن الشابتر دا مليان قوانين شبه بعض ومش هعرف هفرق بينهم في الامتحان بس احنا هنأمل معاك حاجة جميلة جدا ركز معانا كده في الجزء اللي جاي احنا خلاص التفهم ان احنا هنشتغل على البيثاجور السيري لو فيه كاباستور هتبقى XC لو فيه كويل هتبقى XL بس لو ما فيش R هتبقى XL وXC انت ملغبطني يا مستر وانا مش عارف انت تقصد ايه تعالوا نشوف كده السيركيت اللي جمعت التلاتة مع بعض RLC سيركيت وهي دي السيركيت اللي ممكن تبين احنا نقصه ديه بالبيثاجور السيري هنا ادي ريزيستور ادي كويل ادي كاباستور R connected in series بليز عشان ما تلغبطش نفسك دايما دول connected in series يعني ال current is the same انما ال Voltage لأ ال VR غير ال VL غير ال VC طب عاوزين نجيب ال Impedance Z Total Resistor بتاع التلاتة هنعمل ايه مستر تعالوا كده نشوف ال Directions ونفتكر مع بعض مين كان lead ومين كان in phase ومين out of phase ده current passing in all of them is the same طب ال V ال V في حالة ال Resistor كانت in phase مع ال current كانوا الاتنين ماشيين مع بعض وهنا ال path difference 0 no angle between them طب في الكويل لا كان ال Voltage lead current by angle 90 ال V كانت سابقة طب في الكاباستور كان العكس ال current lead voltage يبقى هنا both are in phase path difference 0 هنا ال Voltage lead current by 90 or current lags voltage by 90 في حالة الكاباستور هيبقى ال Voltage هو ال lags current او ال current lead voltage ارجو خد بالك من كلمة lead و lag مين بيقود مين متأخر عاوزين نجمع ال three graph مع بعض ال V in case of resistor وال V in case of coil وال V in case of capacitor طبعا جهد مشكور لمخرجتنا العزيزة أستاذ أداليا وأستاذ أحمد بيقدروا يوفروا لنا material مناسبة جدا توطح ال explainations بتاعتنا في الفيزيكس قادي التلاتة Voltage تجمعه مع بعض نشوفهم تاني خد بالك لأن ده كلام مهم جدا جدا في الامتحاد قادي الفولتج بتاع الريزيستور like the x axis وده الفولتج بتاع الكويل like the y axis in the positive bar وده الفولتج بتاع الكاباستور like the y axis in the negative ما هو الفولتج ده عكس ده مزبوط عاوزين نجمع بقى الكلام ده نعمل ايه بقى قادي ال V L و V C عكس بعض فإيه اللي حصل بقت V L minus V C ركزوا كده معايا في الجراف عشان ده مهم جدا هيخليك ما تنساش الرولز دي وتقدر تشتغل عليها الرولز اللي هتظهر قدامنا هنا الأربعة دول اختصار ل 12 قانون موجودين في الشابتر ده مهمين الأربعة دول can be used instead of the 12 laws easily قادي هنا عشان عكس بعض عملنا V L minus V C معهم opposite وهنا V زي ما هي كده بقى عندنا X axis و Y axis التو سايدز تعال رايت أنجل عاوزة جيب التوتال يا مستر اللي هو الهايبوتنس اللي هو ال V total خلاص احنا عارفين يا مستر عدم قولتها هيبقى هنرجع للبيثاجوري سكوير روت V R سكوير يعني voltage of resistor plus voltage of coil minus voltage of capacitor سكوير طب لو حبينا نجيب angle between 3 voltage هتبقى V L minus V C over V R ليه يا مستر؟ عشان هي opposite على adjacent برافع عليكم الكلام ده بتاع trig مهم والtrig على فكرة علم أصله علم عربي ولازم كلنا نحبه لأن احنا أصحاب الأصل في trig كله sin والكوزين والتان فالتان كانت opposite على adjacent طب تعالوا نفك ال V لا I R I I I انت يا مستر قلتوا هم سيريز ولا parallel لا قلنا هم سيريز وسيريز معناها ان هم شايلين نفس الكرن معلش نبص عليهم كده هم سيريز يبقى شايلين نفس الكرن جميل يا مستر يبقى هم كده الكرن ده سيم نقدر نكانسل ال I ويبقى total impedance أو الزد equal A square root R square plus XL minus XC power 2 طب ده شبه ده بس ده voltage وده resistor طب والتان شطار نفس القصة coil minus capacitor over resistance ده مستر عندنا في الكتب في قوانين كتير جدا في الشابتر ده وشبه بعض كفاية دول ازاها مستر طب افرد جالي في ال problem coil وريزيستر بس خلص حط مكان الكاباستر zero هنا او هنا او هنا او هنا شال الريزيستر وحط coil وكاباستر يبقى حط مكان ال VR zero او ال R zero هنا وهنا طب شال الكويل وساب الريزيستر والكاباستر حط مكان الكويل zero يبقى انت تقدر تغطي كل الاحتمالات بال four rules دول مهما كانت ال problem فيها التلاتة او اي اتنين منهم اللي مش موجود حط مكانه zero ده يريحك ويخليك ما تتلغبطش في الامتحان طيب كلام جميل كده احنا قدرنا نجيب ال impedance اللي هي total resistors نراجع كده مع بعض تاني سريعا هنا voltage بتاع الكويل greater than voltage of كاباستر وال inductive coil greater than كاباستر reactance يبقى هنا ال VL اكبر يبقى هنا ده معناها ان التان ثيتا هتكون ايه positive ما هو ال VL اكبر طيب في الجزء التاني هنا VC او voltage of كاباستر is greater than voltage of the coil يبقى هنا معناها ان ده هيبقى اكبر يبقى ال negative value هتبقى اكبر طيب في الحالة الاخيرة ودي بداية وصول العلماء لفكرة جديدة وابليكيشن جديد ال VL قد ال VC وال XL قد ال XC ده معناها ان التان هتبقى zero بص كده ركز معايا هنا ال Voltage تلع فين في positive part مش ده positive X axis وال positive Y axis تلعت في positive part عشان ال VL اكبر من VC طب وهنا يا مستر هيحصل ايه negative value يبقى هطلع في الجزء ال negative تحت مع negative part of Y axis لان VC هي الاكبر يعني الكاباستر هو صاحب السيطرة هنا الكويل هو صاحب السيطرة هو upper hand هنا الكاباستر هو upper hand هنا بقى ال 2 equal مفيش حد upper hand فيبقى مين ال upper hand VR عشان كده الانجل هتبزيره والvoltage هايبقين phase مع VR طب انت ليه مستر قلت ان الكيس دي اللي جربنا فيها ان يكونوا add بعض في voltage هي اهم كيس لانه هي دي اللي هتنقل من الورق ومن المعلومات العلمية المهمة ومن البراكتيكال وورك inside the lab لابليكيشن help all people all over the world to communicate wireless اكيد فيه انتوا نقصوا دي الموبايل او التيفي تشانيلز which can travel wireless and ريديو تشانيلز قروات اذاعات الراديو نجوم fm 100.6 والازاعات التانية اذاعة القرآن الكريم اذاعة الاغاني اذاعة شباب الرياضة كل ده عبارة ايه wireless communications ازاي وصلوا للكلام ده نركز بقى في اخر جزء واهم جزء اللي بيكلل جهود العلماء على مدار عشرات السنين وصلوا لحاجة عظيمة جدا كل حاجة دلوقتي بيزد عليها حتى الانلاين سيشن اللي بتحضروها نتيجة وجود مرض زي الكورونا ربنا يعافينا منه لو احنا عملنا كلوزنج تو سويتش ايه فينا الشطرة فاكرة كويس ايه اللي هيحصل الباتاري ستارت تو تشارجنج ذا كباستور اللي هو قدامنا ده او حد يكون لسه مش عارف ان ده كباستور في داش ار ايكول في اللينث انما الباتاري بتبقى واحدة طويلة او واحدة السيارة يبقى كلوزنج سويتش ايه ده كباستور بيينج تشارج زي ما بتشحن باتاري الموبايل بالزبط طيب كلوزنج سويتش بي هيبدأ يعمل الكباستور بيينج دي ستشارج يعني هيفضي الطاقة اللي عنده هيفضيها فين مفيش قدامه غير الكويل ما هو مش هيرجع يدي الباتاري تاني الباتاري غنية اصلا مين للموبايل ديفايس اتسلف تبدأ تنور الفلاش بتاع الكاميرا عشان تصور تبدأ تطلع صوت من الاسبيكرز عشان تسمع حاجة وهكذا طيب يبقى كلوزنج سويتش بي الكباستور ستارت وتو دي شارج ان دا كويل طب هو الكرنت لما يمش في الكويل هيعمل هيعمل ماجناتك فلاكس او طب والماجناتك فلاكس دي تعمل ايه سلف انديوز كارنت يعني الكويل دا لما ياخد الكهرباء من الكباستور هيتكون ماجناتك فلاكس يحصل له ايه كات بي تيرن او دا كويل طب والكارنت اللي تكون دا يروح فين يعمل تشارج تاني للكباستور الله يعني الكباستور يدي للكويل ويرجع الكويل تاني يدي للكباستور وده اسمه مستر كلمة تبادل انا اديك شوية من الانرجي بتاعتي وبعد شوية ترجع حالي تاني نقول تاني الكويل هيخزن عنده الالكتريستي الماجناتك فلاكس دانستي الماجناتك انرجي دي due to cutting it by the turn of the coil itself producing self induced current يعمل يرجع يعمل تشارج تاني للكباستور وهكذا لما لا نهاية هتستمر لتشارج في الانتقال ما بين الكباستور وما بين الكويل اكيد لا ليه ما هو ده بيدي انرجي للكويل والكويل يرجع حاله تاني في وير اسلاك توصيل بتعمل ايه بقى الاسلاك دي بتحرق الكهرام ازاهيت انرجي اه باللفظ كده ودي مشكلة في الالكتريك انرجي لسه ما تحلتش لحد اللحظة اللي انتو بتسمعوني فيها دي اتمنى ان شاء الله من بينكم حد يقدر يوصل للحل ده ان جزء من الالكتريك انرجي لو خطيت ايدك على التلفزيون بعد شوية هتلاقيه سخن على الراديو على الموبايل على الكاميرات على كل حاجة طب ليه عشان جزء من الالكتريستي تشينج انرجي دي اعتبر ويستد انرجي انت بتدفع تمانها وفي الاخر ما بتستخدمهاش هنا برضو الوايرز هتعمل معنا الحركة اللي مش لطيفة دي وهتاكل الكهربا because it has a resistor so it will consume the electric energy as a heat energy وفي الحالة دي الوسيليشن هيتوقف بعد شوية عاوزوا هستمر هترجع تاني تعمل الكونيكشن للسورس وتكلوزنج الكي اي عشان تعمل تشارج للكاباستور التاني اهم application للوسيليتنج سيركتز producing electric oscillation of high AC frequency يعني ايه كلام ده producing electric oscillation of high AC frequency يعني تقدر عن طريق الوسيليتنج سيركتز دي تعمل amplification for the AC current الAC current هنقرف حالا انه هيبقى صوت الموزيع اللي انت عاوز تسمعه في اي ازاعة في الراديو او اي tv channels او اي communications بتحصل عن طريق الوائرلس signals اللي في الموبايل او في اجهزة الشرطة وهكذا كل الوائرلس communications دي محتاجة منك تعمل amplification للويف الويف اللي جايلك متش انت بتتفرج عليه او بتسمع الراديو متش بتلاقف في انجلترا فعاوز تسمع صوت الموزيع واضح ازاي لازم نعمل amplification oscillation producing electric oscillation of high ac frequency نعليها نكبرها فتسمع الصوت واضح وما تتأثر بالمسافة اللي بتسافرها عشان كده ده ما كانش موجود من عشرات السنين الفكرة دي ما كانش موجودة ما كناش نقدر نشوف اي حدث لايف زي ما بيحصل بالوقت طيب قبل ما نخش على الـ الاخير ده نعمل summary كده سريع عندنا قولنا فيه R circuit و L circuit و C circuit AC source with resistor with coil with capacitor ساعات بنسمي inductive coil أو inductor عشان الـ expression ده ما يبقاش غريب عليك R relation ما بين R وال frequency قولنا no relation if the frequency double resistor remains constant وده الخط اللي دايما في الجراف معناها ان ما فيش relation ما بين الناس دي الناس دي ما بتحب ش بعض مش ما بتحب وبص على الجراف مع بعض شكر للمجهود الجميل اللي معمول في power point XL XC equal يعني 5 minus 5 النتيجة ايه 0 0 square دي ب0 يبقى كده معنا كده ان Z ده هتساوي square root R square root يروح مع power 2 يبقى Z equal R ويبقى كده ال resistor هي بس effective يعني انت حاطة الcapaster وحاطة الcoil وبتستفيد منهم وكمان قدرت تتخلص من الdis advantage بتاحهم او الresistance تاعتهم XL وXC وهي دي عظمة العلم انت قدرت توصل لفكرة تستخدم فيها الresistor والcapaster والcoil بس في نفس الوقت ما يبقاش عندك resistor غير R لان XL والXC بقى equal وبالتالي cancel بعض طب ما يا مستر انا ممكن اشيل الresistor كمان ده انت لو شلت الresistor كمان معنا كده ان الimbedence بقى ايه 0 imbedence 0 يعني انت وصلت الcircuit مفهاش resistor خالص اه ده معناها ان ال current اللي هو ال AC oscillating current can be received by the device حتى لو السجنال ضعيفة يعني انا واقف في الموبايل في مكان الاشارة في ضعيفة ممكن نلقى اه ممكن وده بيحصل اه بيبقى السجنال صوت بيقطع مش واضحة بس برضو بتنجح ساعات كتير للوصول للسجنال دي مهما كان فيها الimpedance zero لان دول equal والR مش موجودة مفيش resistor اصلا في الحالة دي الfrequency ممكن يتحس بازاي 1F equal 1 over 2 by square root LC this is the frequency of the oscillating circuit or resonant circuit وده scientific name بتاع الوائر less circuit اللي موجودة في الراديو اسمها ايه resonant circuit ليه resonant عشان هيبقى في similarity between the frequency of the broadcast الاذاعة اللي انت عاوز تسمحها and the frequency inside the radio اللي هي oscillating or resonant circuit التشابه ده اسمه ايه في الفيزيكس resonant طب ازاي يحسب الfrequency ده عن طريق الرول ده يبقى الfrequency equal 1 over 2 by times square root LC C اللي هي ايه capacity of the capacitor measured by farad L self inductance and if frequency measured by hertz خد بالك الرول ده مش هيشتغل الا ما يكون البروبلم فيها كيس resonant ال resonant يعني XL equal XC VL equal VC theta zero Z minimum I maximum A وعد تنسى الرول ده ما ينفعش اشتغل الا في الكيس دي كده احنا وصلنا الاعظم حاجة هي فكرة وصول لcircuit allow us to receive any wireless signals or pick up wireless signals يبقى ال resonant circuit ال use بتاعها it is the circuit consisting of capacitor of variable capacitance and inductor اللي هو ال coil whose inductance can be alerted or changed ال resonant circuit function ايه pick up pick up يعني تلطقت او طلقت wireless signals ال resonant اللي ان XL تبقى XC يبقى equal بنستخدمها فين اي wireless device زي الراديو اللي قدامنا ده ودي شكل signal اهو capastence ودي ال coil وخلاص مفيش resistor عشان كده ال impedance بقى zero الرول بتاعنا اللي هيخلينا نقدر نحسب frequency which needed for each broadcast هو انت فاكر 108.0 frequency بتاعت الشباب والرياضة او 98.2 frequency بتاعت زاعة القرآن الكريم هي بتتحسب ازاي اكيد فيه رولز الرولز دي وراها جهد من العلماء الرول بتاعنا بتاع frequency 2 by square root L time c عن طريق الرول ده قدرنا نحسب frequency for each broadcast ازاعات الراديو كلها للfrequency which needed for the tv channels وطبعا الband width او الاريا بتاعت tv channels غير ازاعات الراديو غير الcommunication عن طريق الويرلس devices بتاعت اجهزة الشرطة كل اجهزة بتشتغل في منطقة مختلفة من frequency تماما عشان ما يحصلش تشويش والelektronic devices اللي هنشوفها ان شاء الله في المستقبل في الجزء اللي بقى ان المنهج قدرت تافويد الالكتريكال نويزي بشكل كبير جدا جدا لازم frequency بتاعت supply اللي هو broadcast wave يعني انت عاوز دلوقتي تزبط على 108 الشباب والرياضة يبقى لازم frequency بتاعة oscillation بتاعك اللي هو الradio بتاعك يكون add frequency بتاع الwave اللي انت عاوز تستقبلها عاوز تزبط على 190 90 او اي ازاع لازم طب لو frequency قريب يعني انت دلوقتي عاوز تزبط على ازاعة القيارة الكبرى 102.2 فانت خليت frequency بتاعك يبقى 102 هتسمع صوت المزيع اه بس مشوش طب 102.1 اكثر وضوح طب 102.2 لا هيبقى اعلى حاجة يبقى انت لازم تقرب جدا من resonant frequency طب لو زودت 102.3 برضو هيبدأ يحصل تشويش يعني ولا زود ولا قل لازم frequency off the oscillating 100% بصوا كده معايا طول ما frequency off the wave اللي هي البرودكاست او الازاعة اللي انت عاوز تسمحها in phase مع frequency بتاع oscillating circuit في الحالة دي هنقدر نوصل لأحسن حاجة نسمع فيها صوت واضح ادي الresonant circuit شكل النهائي بتاعها برا عن coil this arrow represent that xl can be changed and the capacitor this arrow represent and making both of them equal we reach to minimum impedance or zero impedance and maximum current so this circuit can be able to receive any wireless broadcast ده شكل برضو السيركيت اللي موجود جوه الراديو وطبعا لو حبينا نشوف ده وحد عنده راديو قديم وفتحه هشوف كل الكلام ده موجود جوه الراديو بالذات الراديو الصغير الترانزيستور راحنا بنسميه كده الاسم الدرج بتاعنا وده رولي بنستخدمه to adjust frequency طبعا احنا منندكش فرصة بقى تحسب ده يعني الراجل اللي في الشارع مش هنقعد نقوله بقى استخدم القانون ويحسب frequency بتاعت الشباب الرياضة والfrequency بتاعت البرنامج العام لا طبعا هو بيكون محتوط له أرقام وعنده pointer الpointer refer to number معان عارف ان ده الشباب الرياضة في الاخر اللي قبلها البرنامج العام قبلها الأغاني and so on انما الكلام ده calculated في all the radio equipment اللي بتصنع الأجهزة دي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة